السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام اهلا مرحبا بكم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين ان شاء الله نهاردة اخوان عزاء وصفة مهمة جدا وقوية جدا في علاج السحر والتحصيل من السحر وان شاء الله هتمنع عنك هموم كتيرة جدا وهتمنع عنك تعطيل كبير جدا وفي حال طبعا اخوان عزاء كلنا او جزء مننا جزء كبير بيعاني من السحر ومن الحسد ده شيء اساسي في حياتنا عشان تبقوا عارفين يعني ان الموضوع مش موضوع سهد اه او ان هو بيحصل لشخص واحد فقط لا كلنا معرضين للسحر وللحسد وفي ناس للاسف بتبقى محسودة ومش عارفة وفي ناس بتبقى مع مصحور لها شيء او ان هي دايسة على سحر او واكلة سحرة او شربة سحر من غير ما تعرف وطبعا بتلاقي نفسك ممكن اه تتخانق مرة واحدة في بيتك كده مع اهلك سواء مع زوجتك او مع اخواتك او مع والدك او والدتك كمان ممكن تلاقي نفسك في بعض الاوقات كده متدايق ومخنوق ومش قادر تكلم حد مش قادر تصلي حتى مش قادر مسلا تروح شغلك او تروح شغلك يعني امور كده متخلبطة وحاجات كده بتحصل لا ارادية يعني فوقات في ناس بتقعد تبكي لوحديها من شدة التعب ومن شدة الهم والتفكير في المستقبل اللي هو مسلا من واحد بيحس باحباط كبير جدا عارفين ان الموضوع ده بيكون سبب ايه بيكون سبب سحر او حسد شديد جدا عندك فاخوان العزائي النهاردة ان شاء الله باشياء بسيطة جدا مكونات بسيطة جدا يعني ممكن نعمل ساتر او مانع عن الامور دي باذن الله وان شاء الله هتجيب نتائج عالية جدا معاكم وهتحسوا بفرق كبير جدا للناس اللي بتعاني فعلا الناس اللي بتعاني من الحسد ومن السحر الوصفة النهاردة اخوان العزائي يعني احنا خرجنا شوية عن موضوع تفسير الاحلام بس لقينا الموضوع ده ان هو في ناس كتيرة جدا بتعاني منه فقلنا ممكن نوضح حاجات بسيطة لعل اي شخص ينتفع بيها الوصفة اخوان العزائي بتحتاج منك طبق ملح شوية ملح كده قليلين مثلا او على قفة ايدك وبتحطهم في طبق طيب الملح ده هنعمل بي ايه الملح ده اخوان العزائي هنقرأ عليه صورة البقرة كاملة وهنقرأ عليه الرقية الشرعية يبقى اول شي نجيب طبق الملح ونقرأ على الملح ده الرقية الشرعية وصورة البقرة طيب انا ما بعرفش اقرأ مثلا او ان انا مثلا مش هقدر اقرأ صورة البقرة كاملة على الملح ده اخواني عزائي ممكن تقرأ يعني عن طريق التلفزيون او عن طريق موبايل وانت هتمسك الملح ده وتحط ايدك فوق الملح اثناء القراءة وانت ممكن تردد مع الموبايل او مع صوت الموبايل او مع صوت التلفزيون لو انت مش حافظ او لو القراءة صعبة عليك فاهم حاجة ان انت تكون حاطت ايدك فوق الملح وانت بتقرأ آآ صورة البقرة او بتقرأ الرقية الشرعية طبعا الرقية الشرعية معروفة اللي هي ايد الكرسي وخواتيم صورة البقرة وفي بعض الايات تانية لحد ما هتوصل لهم التلات صور الاخرانيين آآ المعوزات كل اعوذ برب الفلك وكل اعوذ برب الناس وكل هو الله واحد طبعا هتوصل لدولة وهتدعي كم دعاء كده كل ده موجود في الرقية الشرعية يعني لو بحثت على النت عن رقية شرعية هتلاقيها مكتوبة قدامك تقرأها وطبعا ايدك تبقى سبتة على الملح على طبق الملح طيب قرينا الرقية الشرعية وقرينا صورة البقرة على الملح نعمل ايه اخوانا عزائزيزي الملح ده بنجيبه وبرش بيه جميع اركان المنزل الا الحمام اياك ان الملح يوصل للحمام عشان الناس اللي هي بترش وممكن تمسح بمية والمية توديها على الحمام اياك اي مياه مقروعة عليها الرقية الشرعية نمسحها على الحمام او ندخلها الحمام اخوانا عزائزيزي عشان في اركان المنزل اللي هو كل زاوية في المنزل بنحط شوية ملح كده وبعدين بنمسك شوية من الملح اللي مقروعة عليه ونحاول نرش في جميع المنزل على السرير وعلى الواليب وعلى كمولونات وكمان على الكنب مثلا او اوروكما او انتريه نرش الملح في جميع عزاء المنزل طبعا اخوان عزائزيزيزى الامر ده باذن الله هيحصن المنزل من اي نكد او اي سحر يكون معمول للشخص كفاية ان انت مسلا السحر مش هيتجدد معاك بسبب الشيء ده لو انت معمول لك سحر وبتعاني من تعطيل او بتعاني من وقف حال او فيه هموم ونكد حصل لك الامور دي هتبعد عنك اي شيء باذن الله تعالى وطبعا تداوم على قراءة صورة البقرة او ان قراءة صورة البقرة تكون عن طريق الموبايل او التلفزيون في المنزل يوميا مع قراءة اذكار الصباح والمساء والاستغفار باستمرار وذكر الله باستمرار وان شاء الله اي شخص بيعاني فعلا من السحر بالطريقة دي باذن الله هزول اي سحر وكمان ممكن تكرر الوصفة دي كزا مرة برحتك بقى اي ديك عرفت الموضوع شوية ملح في طبق وتقرأ عليهم صورة البقرة وتقرأ عليهم الركح الشرعية وبعدين ترشهم في البيت بتاعك وعلى عتبة المنزل وطبعا بإذن الله يعني تخلي بالك زي ما قلنا ما تدخلش لمياه مقرؤ عليها الركح الشرعية الحمام ولا الملح اللي مقرؤ عليها الركح الشرعية يخش الحمام عشان خاطر محدش يتئزي وباب الحمام يكون مقفول باستمرار ولما نيجي نخش الحمام نقول اذكار دخول الحمام ولما نيجي نخرج برضو نقول اذكار الخروج من الحمام طبعا الموضوع ده لو استمرنا فيه نعرف ان احنا هينتهي عندنا اي سحر باذن الله او اي حسد باذن الله تعالى لان موضوع السحر طبعا مش على يعني موضوع السحر الناس مش فهمة ان انت ممكن تتخيل ان السحر في يوم وليه لا يمشي من عندك السحر فعلا ممكن في يوم وليه لا يمشي من عندك ولكن حسب التزامك انت بالامور اللي هي التحصين طول ما انت ملتزم بالتحصين وعامل الساتر بتاعك بينك وبين السحر كده السحر مش هيرجع لك تاني ولا هيجدد عندك اما انت لو عرضت نفسك ان خدام السحر يكشفه انت بتعمل ايه وبتتكلم في ايه وبتفكر في ايه السحر هيجدد عندك مرة اخرى عشان الناس اللي بتقول انا بقالي سنين بعاني من تعطيل والكلام ده هتحصل نفسك ازاي ان انت بالطريقة دي الرقية الشرعية قرية الاسكار الحمام مقفول باستمرار تخش الحمام تقرأ الاسكار وعلى طول خليك على طهارة وصلي الصلوات في وقتها وحاول تشرب مياه مقروع عليها الرقية الشرعية وان شاء الله باذن الله يزول عنكم كل هم وكل قرب اللهم امين يا رب العالمين شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا